عشان كده اما استدعوني في السفارة الاسرائيلية بعد السفارة في العمارة حابوا يكرموني اعتذرت رفضت اه طبعاً ما ينفعش ما ينفعش حرب ناس يعني ازاي يعني ما ينفعش هفكر يا جمال شهد لطيب كده تعالى نفتك له مع بعض يلا قل لي بقى انت خد الطرطة معك وانت خارج ليمين قالك تعمل جده قالك ده الاستاذ عادل قال خد الطرطة معك وانت خارج على فكرة ده من اعرى الانفاد في الفيلب واحد ما بيشوفش غير الفن في اسناء الشغل قاعد يشوف انا بعمل ايه وده بيعمل ايه حاجة راجل جميل جميل الشغل معاه مريح قل لي انت لما اشتغلت مع السوز عادل اظن بدأت مشوار بها بعض بعد كده بوبوس كمان شفتك كنت معاه بظبوط انا كلي انا علاقتك بيه بقى ايه انا والنوم في العسل برضو النوم في العسل ده اول شغل ديه كنت ساعتها بعمل مصرحية انتاج الاوبرا ليلى من الف ليلى والرئيس جاي يتفرج فعندي بروفر جنرال قلتلهم عندي بروفر جنرال قالوا لي هنستناك تخيل لما اروح الاقي الاستاذ عادل مستنيني ويقول لي كل الاول قطلب اكله كل اللي انت عايزه وشوف اتاكل ايه وروق كده وعلى قال من المهلك وانا جاي من بروفر ومتوتر لان كان عندي تصوير فالقيت الراجل قال لي بروفر مصرح والرئيس هيتفرج عليك هنستناك قد ايه جميل قد ايه جميل وفعلا استنيني وعطر التصوير وقعدوا لما الناس حواليه في التصوير بيعمل جو جو لوكيشن بيعمل لوكيشن قلفة ربنا اديله الصحة دكتور